احنا عايزين نفيق ونستفيق لانه دول هدفهم تخريب البلاد ايه قاعد القراضاوي عمال بقاله كمسانة قاعد في قطر بيعمل ايه في قطر بياخد ايه في قطر يعني انا مش حايز اتكلم تحاجات شخصية عشان عيب لكن بقول القراضاوي وابن القراضاوي وبنت القراضاوي ومنسوان القراضاوي وهم جاوس كتير وغير وغير واللي قاعدين في تركيا الصغير والرخيص واللي قاعد في قطر التانين معا واجد غنيم ومين ومين الناس دي كلها ناس ساقطة ناس رخيصة ناس آزت الدين والله لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم بيننا والله ما رضاه هذا تبرأ منهم قولا واحدا ليه لانه الدين واضح الدين واضح النبي كان بتعمل مع اليهودي بيبيع ويشتري معنا ده النبي مات كما نقلت السيرة وعنده الدرع بتاعه او السيف بتاعه مرهون لواحد يهودي مرهون يعني كان واخد منه فلوسه ومدينه السيف ده الروايات بتقول كده يعني معناها بتاعه معهد يهودي لو احنا تعاملنا ويلحق بتعام مع يهودي يا عم ده انت اصلا صيوني يخرب بيتك ده الاخوان والاخوان الكبير حسن البنه اصلا يهودي يقول لك اوعد تقول ليه المسيح كدسان طيب ليه يا عم يقول لك ده كافر كافر يخرب بيتك انت مين عشان تكفاره انت انا مش قادر افهم كيف يستطيع هؤلاء بهذا القدر من البجاحة وقلة الدين وقلة الوطنية انهم يفسدوا علينا حياتنا هؤلاء افسدوا انا بقول وبستشعر الخطر فعلا على مجتمعاتنا لان ما رأيته في رحلتي لشمال شرق سوريا وما رأيته وتبعته من افكار هؤلاء الخبيثة ده موجود على فكرة دول راحوا واعلانوا وخلاصوا مش راجعين اللي موجود بيننا فيه موجود زيهم اه فيه ناس تحمل نفس الافكار نعم فيه ناس اشد منهم شراسة موجودين بيننا ومنافقين ومش بيبينوا سواء في التربية والتعليم او في كافة مؤسسات الدولة فيه ناس موجودين علينا ان احنا نطهر مؤسساتنا من هؤلاء الذين يحملون افكارا ارهابية لا يرجى شفاها انا اعلن بشكل واضح ان كان لي رأي اقوله بعد معاشتي مع هؤلاء انه لا امل في عودة هؤلاء الى صحيح العقل مفيش امل في علاجهم خلاص دول دماغهم ضاعت وجهة نظري ان المراجعات ما يسمى بالمراجعات الفقهية وجهة نظري ممكن يكون غلطان انت ليه معلش ممكن الناس تزعل منه مراجعات فقهية واحد دماغه ملوسة فكرية واحد فاهم ان هو اللي ولاد الصغيرين بيقولك بيجاهزوه عشان العرس عرس هي انا فكر بجد قال لي كنا من بتشرح لي كنا من جاهز الولاد عشان العرس فقلت بقى فرحه يعني حنة وغيره قال لك لا العرس بتاقى عشان هيعمل عملية تفجرية يعني ايه نجاهزه ونحطوله عطر بقى ونحطوله كامل ليه بتحطوله عطر ده هيموت قال لك ما هيقابل حور العين بالليل انا بقول هذا الكلام يتقلي الكلام مش ازار الكلام بيتقلي كده احنا كنا منجهزه بتجهزه قال ليه عشان العرس هيجوز يعني قال لي لا ده هيعمل عملية جهادية هو بيقول لي قلت له انت حريه قصدك قال ليه مش هنختلف سميها زيما انت عايد طب بتحطوله عطر ليه بيطيب جسده بالعطر قال لي لانه سيقابل حور العين مساء سيبيت عنده حور العين هذي الليلة لما يكون طفل مراهق عنده 14 سنة 15 16 17 18 من 14 ل 18 بيتم تغذيته بهذه الافكار مش عارف حاجة يقول له انت لقتي تخش يتفجر دوس على الزرار هاتق انت جده الملائكة وملائكة الرحمة والحور العين هيزفوك عالجنة على طول والجنة فيها بقى كذا وكذا وكذا يطلع ليال تعمل كده واضيق ليال واضيق ليال هو ده كلام